نزع الكفام الإدعاء الأولى في تونس نهار الخميس كنتوا تقابلتم مع حركة النهضة عدد من الأسماء تم ترحالكم كيف كل الأسماء تم ترحالكم؟ نهار الخميس اللي فات سيزوهاي كانت ذكر والله في بالي ترحوا خمسة أسماء عب مجيد الزار عب مجيد الزار حبيب الكشاو عب مجيد الكشاو منجي مرزوق نعم هل كان سي الحبيب الجملي ما بين الأسماء المطروحة؟ نعم كان من ضمن الأسماء المطروحة وشنوك راي حركة الشعب واختالي تم استشارتكم للاستشارة من عند حركة النهضة يعني شوف احنا الحقيقة بيش نحكي الحقيقة لنا نحب نحكي الحقيقة للشعب احنا ما قلنا هيش ما اخذ الجد الاستشارة اها عليش عليش لانه الصباح كان تم مجلس الشورى للنهضة اي واختاروهم وتم الانتخاب وتم الانتخاب واللقاء هذا يتم معنا احنا ومع اطراف اخرى تم بعد اجتماع مجلس الشورى تم لي جس النبض يعني شوفنا كانوا جس نبض كانوا محاولة شرعانة هذا الاختيار يعني الى اخره هل فهمتوا انتم وقتا ان الاسم المطروح رسميا هو الحبيب الجملي تقريبا تقريبا فهمنا اللي هو سي الحبيب الجملي نكو واحنا تسألنا عليه ما نعرفوهش لانه اختاروا شخصية غير معروفة اخلينا ما نقولش كلام اخر ربما انا هني موجود في السياسة يعني وربما حتى بعض العلمين ما يعرفوش اللي هو مره بكتاب الدولة في وزارة الفلاحة يعني ما كانت شخصية معروفة عنه مفكار عنده يعني مروره مساهمات مساهمات في المشاين العام وبالتالي خلى الاشكال كبير من هو هذا الشخص شنو علاقته بالنهضة لانه هذا مهم بالنسبة لنا احنا مقتنعين وما زلنا مقتنعين لا يمكن لحكومة ان تنجح في المرحلة القادمة اذا ترأسها نهذاوي هم بدأوا يبدعوا في ابداعات نهذاوي مخفف يعني من كما سماها رشد غنوشي في الحلقة الثانية او الثالثة او الرابعة او العاشرة احنا اليوم في حركة شعب طبعا اسمعنا باللسم عملنا شوية تقصيات طبعا نحبينا نثبته احنا جزء نقاط يهمونا في الموضوع في الشخص في اللسم السعاء استقلاليته على حركة النهضة هو قال انا مستقل النهضة خذيته في 2011 في كاتب دولة في وزارة الفلاحة على اساس انه حركة النهضة احنا المعطيات اللي عنا المبدئية معطيات مبدئية خلينا نأكد اللي هو النهضاوي ونحبو تزدو نشك نأكدو في الموضوع هذا واذا كان موضوع كفاءة وزادة احنا باش نطرحوا لها نقاط استفام ونحبو تأكدو من كفاءة ولانا القضية مش نهضاوي ومعطا مسألة الاستقلالية ومسألة الكفاءة يعني احنا خايفين الحقيقة وونا نعرف التوانسة الكل يسمعوا فينا يتون تقلقين شوية من الوضع هذه خايفين من وزير اول مش رئيس حكومة خايفين يعني تأمروا بأمر من بليزير هذا التخوف متاعك بطبيعة واحنا عتقدنا قطع واسعة من شعبنا يشطرنا هذا التخوف رغم ان رجل اخرج وقال انا مستقل على النهضة وقال باش نعمل حكومتي وقال باشا كلام متحدث عليه في الووكيند سمعنا عندكم انتم من هنا في موزايك باش نقابلوه باش نزيل نتأكدو باش نسمعو برنامجو باش ني رؤيتو باش ني اولوياتو كيفاش باش تتعامل مع الفمي كيفاش باش يتعامل مع المديونية كيفاش باش يتعامل مع الثروات الطبيعية كيفاش باش يتعامل مع المؤسسات العمومية هذا الكل بالنسبة لنا مهم ومهم جدا احنا اللي نأكدوه ان المقاربة اللي مشيت في حركة النهضة هي تقريبا المقاربة اللي بدأت بها في اللول انه رئيس الحكومة مني احنا المقاربة ذي كانت عنا مقاربة مختلفة على المقاربة وحتى في اللقاء الاخير عاودنا تحدثنا على المقاربة من جديد واكدنا لحركة النهضة انه ثم شروط نجاح للحكومة مش مجرد انه نسميه رئيس الحكومة المقاربة مهيش مقاربة دستورية مش مسالة تمسك بحق دستوري قلنا للنهضة انت تتحدث انك تنزلت في 2014 وقت كان عندك تسعة وستين مقعد قلت خذت كاتب دولة وتنزلت للوطن عندك فرصة اليوم باش تنجح المرحلة القادمة اه اعطيناهم احنا وجهة نظرنا الحكومة باش تنجح حزام برناماني ينش وفروه الكتل حزام شعبي رئيس الجمهورية حتى البروماتر البروماتر كنت تتحكيوا عليها اكد انه رئيس الجمهورية تونسي يحبو يلعب دور رغم انه مش موجود في الدستور وحنا الدور يقولنا مش بدو حزام شعبي قلت يوفر الرئيس برنامج مفصل فيه ارقاب واجالة بتاع انجاز قبول من المنظمات الوطنية وهذا قلنا انه هذا رو بد منش وحدنا في تونس منش اربع حزاب موجودين وحدنا وحتى الاربع حزاب ولا الخمسة حزاب الموجودين اللي هو في البرلمان رو ما عمناش شراعية كبيرة خلينا نبدأوا نحطه سقين على الارد ونبدأوا متفاهمين احنا صوتونا صحيح الشعب اعطانا نسبة من ثيقته ولكن ما عطاناش ثيقة كبيرة كي يبدأ الشعب مش يعطينا ثيقة كبيرة يجبنا نشكله حكومة مخدين بيعني الاعتبار جملة المعطيات المحيطة بين رئيس الجمهورية المنظمات الوطنية انا بلغني ان اتحاد شغل لم تقق حتى استشارته يعني يبقى اعلامه بالاسم في اخر لحظة وهذا الكل يصعب المهمة للسيد رئيس الحكومة المعين باش صعب عليه برش المهمة واحنا بالنسبة لنا في حركة شعب شكلنا رأي اولي وسنشكل رأينا الاخير بعض ما نستمعوا لي نستمعوا البرامجة وسندعو هياك لحزبنا باش يتخذوا القرار المنسب بايه السيد وهير خانسي بنفهم شوية اليوم اه اه في حال اللقاء وباش يصير اللقاء مع السيد رئيس الحكومة المكلف حركة الشعب وين اليوم معانتها مثلا ما هي شروطكم للالتحاق والمشاركة في الحكومة حكومة مثلا يريد تكوينها لحبيب الجملي الي فهمتوا اينا هو انكم عندك ما عندكمش فيتو اولي هذا فهمتوا مثلا لكن ما هي شروط الالتحاق والمشاركة في الحكومة احنا مستعدين باش نتفاعلوا مع كل المستجدات تفاعل ايجابي ولا تفاعل سلبي باش نتفاعلوا وهذا كلاش احنا قلنا باش نتفاعلوا معه شنو نتفاعل معه ثم النقطة الاولى استقلاليته احنا نعتبرها مثلا مهمة ومهمة جدا تونس صغيرة ونسك اللي تعرف بعضها واي واحد يتفاعلوا اعطى بعض المؤشرات سيد رئيس الحكومة المكالف لكن اليوم رئيس النهضة قال مؤشرات اخرى مهمة هذا يقول انا باش نتفاعل مع الاحزاب الكل وجي رئيس الحزب الفائز يقول رو الحزب الفلاني عليه فيتو مهمنيش فيه الحزب انا تقييمنا ليه ولا باهي ولا خيب ايش معنات معناتها رئيس الحكومة هذا ماشي باش يتفاوض مع الاحزاب بفيتوات ولا بتوصيات ولا مسيج الحوار اللي باش يعملوا مع الحزاب مسيجات وشكوم مسيجات وحركة نهضة احنا باش نشو نعرفوا سياسات النهضة في مختلف الملفات الاقتصادية مثلا في تونس نعرفوه حان هذا خلافنا معه سنختبر رئيس الحكومة نختبر بنظيفرين يعني باش ميتغشش منه برش ماناش اساذ احنا باش نختبروه ولكن احنا باش تطرعوا حاليا جملة من القضايا شنوه كيفاش باش يتعامل مع الفمي كيفاش باش يتعامل مع المديونية ما هي هذه المعضلات الكبرى في تونس ولا احنا مختلفين حولها كيفاش باش يتعامل مع المؤسسات العمومية كيفاش باش يتعامل مع قضية التشغيل كيفاش باش يتعامل مع قضية التنمية في المناطق الداخلية ما هي اولوياته الحكومية للمرحلة القادمة احنا باش نحاول ونستمعوا لريس الحكومة ونشوفوا شنوه رؤيته لهذا وسنقارن رؤيته بروية حركة نظر لاننا نعلمها ونعرفها وتسببت هذه الرؤية حسب رأينا احنا في حركة شعب تسببت ما وصلنا اليه من كوارث الليو في البلد نسمحني سيد زهير هكا تخلش عليك قاعد تقولي فما خطيئة اصلية يا اخي حركة النهضة فيست بالانتخابات حتى كنت تقولوا انتم انوا فوز نسبي وهي لعينة رئيس الحكومة وهي لعينة رئيس الحكومة اذا بالرغم انه هو اليوم يقول انه المشروع المطروح للحوار والي هنا يحكي على مشروع حركة النهضة المشروع السياسي المطروح للحوار يقول هو وثيقة اولى دوقبش يستمع لكل اطراف انتم مثلا الي كم بش تعطيوا مقترحاتكم في هذا البرنامج شنو مقترحاتكم العملية الاولى في هذا البرنامج احنا بالنسبة لينا في الويكيند هذي حاجة على عملناها حضرنا وثيقه حاضرة حينناها وحنا هنا نعتبروا اهم مسألة هي مسألة البرامج وفيها جملة من النقاط مثلا احنا نعتبروا ان اولوية الاولوية بالنسبة لهذه الحكومة اول حاجة تبدأ بها تمشي للمناطق الداخلية خاصة وتبدأ في المشاريع المعطلة لان عقدت على خطرها مجالس وزارية كثيرة يعاد التفعيل المشاريع من خلال المجالس جهوية ولا من خلال حضور ثم بيرقراطية وثم اطراف لا تريدوا لهذه المشاريع ان تشتغل وهذا بالنسبة لنا اشتو اهمية واهميته بشعطة امل للناس هذه نقطة نعتبرها مهمة ومهمة جدا المسألة الثانية يعني مش بالترتيب التفاضلي يعني نحكي ليه ميسير شاعتين يا مش نعرف شنوني مقدور علي وشنوني مقدور علي من عند رئيس الحكومة المكلف يبدو هذا مقدور علي ثم نقطة اخرى احنا كنا مختلفين فهم على التلاف الحاكم موضوع التنمية في المناطق الداخلية في تونس عموما يعني ش كانوا يقول لنا لتلاف الحاكم سابقا وهذا حوارات احنا جرينا حتى في كرتاج وغير كرتاج كان يقول أن موضوع التنمية في المناطق الداخلية ليس من مشمولات الدولة الدولة دورها أنه تعمل البنية التحتية ويأتي المستثمر الأجنبي أو المستثمر التوسSerي يستثمر في هذه المناطق الداخلية دابار هما ما نجهوش بشعب البنية التحتية دونك كذا في القمسة سنة دية أو كما ربط بعضه تقول أنت يعادل تفعيل المشاريع نجهتك عن النقطة الأهم والخلاف الأهم نحن بالنسبة لينا في هذه المرحلة التي تمر بها تونس أراه لا يأتي المستثمر للمناطق الداخلية لن يأتي المستثمر لأن المستثمر ليس جمعية خيرية المستثمر يجي بشي ربح ويبحث عن الربح رغم هذا الكل رغم هذا الكل اللي تحكي عليه هاوليدا تسعة سنين مشاوش المستثمرين للمناطق هذه جاوش مستثمرين من بره لأن بذلك مليهم هم الاستثمار في المرحلة دي ريسكي وعندهم حق من وجهة نظرهم هم إذا حركتشعب بشي تقترح احنا نقترحه أن الدولة تمشي تستثمر في المناطق هذه الدولة ونحب نذكر ري مش بدعة دي دولة تونس بعد الاستقلال استثمرت في السياحة واستثمرت في الفلاحة الدولة كقاطرة للاستثمار في الجهات بذبط يعني في مثلي هذه الأزمات مش كان احنا راه ثم دول مرت بأزمات أكبر من الأزمة المرحلة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة المالية بتاع 2007-2008 يضطرت الدولة مش تضخ أموال في البنك مش نغرق بالأزمة في كل الدول يعني أكثر دول ليبرالية وأكثر دول نيو ليبرالية شنوه هو الفرق بين الوجهتين نظر هذومة هو الفرق بين وجهة نظر اجتماعية ووجهة نظر ليبرالية ونيو ليبرالية بين وجهة نظر العرض والطلب ودعه يعمل دعه يمر وبين الدور الاجتماعي للدولة في تونس الدولة في تونس لعبت في تاريخ دور اجتماعي كان منقوص في بعض الأحيان محدود في أحيانا أخرى جاءت الثورة لتؤكد على هذا الدور شنوانت الدور الاجتماعي معت التعليم للتوانسة الصحة للتوانسة النقل للتوانسة إلى آخره وشنو العالمين الأخرى ولا هذا هو بصفة عامة موضوع المديونية موضوع المديونية والتدقيق فيها احنا ردنا جينا قلنا رو في البرناميل اللي فات قلنا ثم 45 ألف مليار تخذيت في الخمسة السنين اللي تعرضوا صحيح فهمني ولا وين نمشي وين نمشي ومش معنا تنحب نأكده لو مش معتركوا هزيتهم حطتوا في جوبتكم يجمع يعني مش نبدو فا لا لا برشا ما نمشي في كتلة لجورة ياسي الياس ما ونهرات الفيسبوك يخدي ميزر بتاع الجماعة كل كلمة تتقال مش في وقت هاينا يخرجوها من سياقها ويركبوا له حكاية كبيرة احنا السياسة متاع التدين الخارجي هذه وصلت البلاد الى الإفلاس احنا في حركة شعبنا نجد ضد التدين في المطلق ولكن ضد التدين الإيجابي شنو معنا نقصده بالتدين الإيجابي التدين اللي يخلق ثروة اللي يخلق الاستثمار واللي نجي يحللنا المشكلة احنا مع الحكومات اللي تعديت الكل ما بعد الثورة الى حد الآن كان ثم تدين سلبي اثقل كاهل البلاد وخلها في الوضعية اللي موجودة فيها اليوم ايبا فبع اكره هات الميزانية زيبا عدك 19 مليار ماشين للكتل التدين ما والإكره هات هذي كي احنا عجزنا وعنا الديون ما وسمحني ما وكي احنا عجزنا باش نعملوا حلول في المناطق الداخلية مثلا في قفصة في كبلي في غيرها ومشينا لحلول سهلة نمشو نعملوا شركة البستة باش نصير عليها برشا مشاكل باش نعطيه ندخلوا الناس في الوظيفة العموية باش نعملوا لها برشا مشاكل الى اخرها اليوم هو نعطيك حاجة حتى في الاستثمار الخاص اليوم الشام في هذي المناطق يمشي البيتياس ولا غيرها ولا باش يعمل الاستثمار يمشي يبقى يمشي وجيه عشرين الف مرة باش ينجي بيتحصل الاستثمار متاعه دونك هذي بالنسبة لنا نعتبروه احدى المسائل المهم اصلاح الصناديق الاجتماعية اللي هي معظلة حقيقية اليوم تعيش حتى تونس و إذن حركت شعب ترأي روحها في هذا البرنامج السياسي لحكومة 2019-2020 الحبيب الجملي معنية بأي وزارة ما حكيناش في الموضوع ذي مش قضية كبيرة بالنسبة لنا لا إذا كان غدوة تحبوا تنفذوا برامشكم لا احنا شوف هذي من الاخطار يصارت لا مش كل حزب ينفذ برامش احنا رأنا عاشنا خمسة ولا ثمانية سنين مش باهي بالكل لأنه وصلنا في مرحلة معينة حزب يخرج يقيم في الحكومة يقيم في الوزارة متاعه احنا مش أنا باش ننفذ برامجي كان كنت في الحكومة لكن إذا كان برنامجك يصبح جزء من البرنامج العام يعني ثم برنامج حكومي ما المفروض الحكومة يكون لها برنامج حكومي لنفذ البرنامج الحكومي باش يكون ملزم لكل الأطراف المشكلة قصدك مثلش ما داخل الحكومة لتنفيذ هذا الجزء من البرنامج الحكومي وإلا حد داخل يسعى لتنفيذه ويكون موجود الجزء هذا في برنامج الحكومي انتم ما يقلقكمش ما كمش معنيين بالسلطة التنفيذية يعني معنيين أو غير مش قضية كبيرة احنا بالنسبة لنا شوف احنا المقربة اللي طرحناها من الأول قولنا يا ناس يا أصدقائنا في كل المختلف الحساسيات السيسية في تونس رأوا عدينا كيفاش اليوم نبنيو للحكومة القادمة أو للمرحلة القادمة مستفيدين من الأخطاء الماضي ولا نعيد إنتاج أخطاء الماضي هذا يفهمناه ولا نعيد الفشل للماضي لكن سؤال العملي منسى منسى يبلوروا هذا البرنامج سيلاحبيب وإلا حركتناها لا احنا بالنسبة لنا هذا يجب يبلور شمرا ديس الحكومة مع شمرا كيف في الحكم يعني ثم مجموعة من الأحزاب احنا رأوا معتناش مقتنعين يسر بالشراكات في الحكم للهجينة تم شراكات هجينة صارت في تونس بتاع حكم ما أنتجت إلا الفشل بشي فهمونا التوانسة مليح رأوا مش معتك نكونوا احنا في المعارضة معناتها رانا خسرنا برشة ولا خسروا التوانسة برشة احنا نحبوا شراكة بتاع حكم مبنية على التصور وعلى برنامج يا توانسة استفيدوا من اللي صار تلموا مع بعضهم وخرجوا هما بيدهم مش أنا قلت خرجوا هما بيدهم قالوا ارانا تلمين على مثلا مش برنامج ارانا تلمين على محاص النتيجة هو هذي اليوم المفروض رئيس الحكومة هذي بشي اختار شراكات بشي خدموا معاه وهذا حقه ولا تختار له النهضة اذا كان هو مراش والله ها وتنشفوه كان هو وزير أول تو تختار له النهضة كان هو مستقل بالفعل تيورينا لأيامات الجاية بش تنظر برش حاجات في المفاوضات وفي الاحديث وفي البرامج وفي الأسماء والآخر وسنختبر مدى يعني استقلالية سي سي شو المرش دمانوفر متاعه مرة أخرى رئيس الحكومة هذة ما هو هامش التحرك متاعه على حد تقديلك سي زهير أنهي المؤشرات الأولى اللي ماذا به راها حركة الشعب بش يعتبر أنه فم إمكانية للتشاور والتفاوض الجدي والله بيجاز البرنامج وطريقة تعطيه ومفاوضاته مع الأحزاب السياسية تكونت شوية خبرة تفاوضنا مبعضنا سنرى إلى أي حد أو إلى أي مدى سيد رئيس الحكومة لا يتمر بأوامر حركة النهضة وحطته هذيكا مجرد يعني شخص هو يتفاوض مع الأحزاب وكل يعني المضامين مرة أخرى تقولون أنتم قيدة الاختبار تحبوا تشوفوا شنو المؤشرات الأولى العلاقة مع حركة النهضة شنو أحوال معناها أشرت أولى في البرنامج وشخصيات لقيادة الحكومة لكن بناتكم ساعات يصير بعض الشرارات الغريبة للأطوار البحيري سنردي البحيري القيادي ما هوش أي قيادي نردي البحيري رئيس كتلة النهضة على امتداد سنوات داخل البرلمان آخر كلام له على حركة الشعب يقول حركة شعب والطيار مشاو في ثنية تعابر موسي هذا بالنسبة له في علاقة بالتصويت داخل البرلمان للنائب الأول والنائب الثاني لكن أكثر من هكا قال الطيار الديمقراطي وحركة شعب ادعاوا أنهم في الخط الثوري لكن القيادية في قلب تونس ساميرا الشواشي كشفت أنهم حاولوا الاتصال بها للتحالف قبلتوا قلب تونس سيزوهير شوف الحديث هذا بتاع السنوردي البحيري انتي سألتني على العلاقة احنا رأينا ما نشحل مع حركة النهضة احنا اليوم في وضعية متاع انتخابات جبتها البلاد هذا الوضع متاع الانتخابات جاءت حركة النهضة قالت نحبكم تشاركوا معي في الحكم وحنا مرحبا قاعدتكم الصحة وطرحنا احنا مع بعضنا هذا الخط الثوري تسمى هي اللي سميت والخط الثوري طرحنا احنا مقاربات ووجت نظرهم واختلفنا في المقاربات هذية لكن شن هو اللي صار معها وحنا لو نبهنا حتى على الأستاذ راشتغنوش إلى مزارنا المقر كانت معها حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت النهضة كل صفحاتها المعلوفة والخفية للضغط للضغط وقلت لهم انا رديت عليهم مرة قلت لهم مرة احنا في حركة شعب من تفوضوش تحت القصف تحبون نحكوا نتفوضوا ويجيوا ونحكوا ونحكوا ونفهم حتى مشكلة اللي صار انه ثم التصريح من الصفحات مش مشكلة ولكن انه قيادي من قيادات النهضة يمشي للإذاعة ويقول ويكرر التصريح هذا هو يعرف ومش صحيح انا نأكد يعرفه ومش صحيح ويقوله معناته هو مخرط في حملة كذب وحملة تشوية مش بيهي هذا مش بيهي هذا مش بيهي انه يقول انه الشعب والتيار مشوا في ثنيات عابير موسم شنو يقصد هو يقصد انه صوتنا الطارق احنا وضحين نراه احنا وضحين قلنا بش نعطيه وراق بيض معناش التزام مع حتى طرف لاننا احنا عملنا بروسيس في البرلمان فيه رئيس برلمان نائب اول نائب ثاني ثم اصدقاء ملكتل صوتنا ثم ناس اخرى لماذا ما صوتوش الكرام لماذا ما صوتوش مثلا معنا حتى التزام مع الكرام ومش صحيح لتحكي فيه هلجيكم اللي هنال سمعتوا المرة اللي فاتت اللي ثم التزامات وثم لم نلتزم بأي شي شوف شنو اللي صار جاء سيسايف مخلوف ويحكي في الكلوار هاو يجاء ونصوت ونغازي الشواش نائب ثاني نائب اول ومقابل تصوتونا وغيرها ولكن شنو قالوا رشد غنوشي رشد غنوشي قالوا اعطينا كلمتنا لان النهضة اعطات كلمتها في الليل لقلب تونس ضيق هذائي كل اللي صار وحاجة الاهم من هذا الكل احنا لمسنا حاجة اختيرا انه ثم شق داخل حركة النهضة شبيه يدفعوا في اتجاه انه النهضة لا تقترب من حركة الشعب والتيارة الديمقراطية شق هذا يقول لك فك علينا منهم وجماع عظم انظاف حلونا حكيات الفساد مش يضربونا بصالحنا اللوبيات اللي احنا مرتبطين بها ارتباطاتنا الخارجية والداخلية جماع عظم عاملين منصات وتحاول تستفزنا وتحاول تسبنا ليلة نهارة احنا كي يلزمنا الردوا عليهم الردوا عليهم ولكن هالمسار متاع الحكومة وامكانية تشكيل حكومة وامكانية ان نساهموا بالمقترحات بالاراء اراءوا وقلوا لهم استفزازاتك الاستفزازات هذه يا راهي ما هيش بيجيب حتى نتيج احنا اليوم متأكدين انه داخل النهضة ثم وجهتين نظر وجهت نظر تحب تشتغل مع ما يسمونه بالصف الثوري وثم وجهت نظر اخرى منزعجة وقلقة لانها نسجة علاقات طيلة تسعة سنوات في البلاد مع الوبيات مع فساد وتوريد ان تستمر هذه العلاقات لكن يبدو انه من يقرر في اخر المطاف ومكتب التنفيذي في حركتنا هو راشد الغنوشي رأسا ولذلك اليوم على حد تقديرك انت زهير المغزاوي وين ماشي وين ماشي الامور على خاطر اليوم الدكتراناتيون التصريح انت راشد الغنوشي كان واضح يقول احنو لا نرى انه قلب تونس معني بالحضور في الحكومة لا نرى نو زد هل هذا يعني انه شو هذي رسالة للحبيب الجملي ولا لا هل انه هذا يعني انه الحبيب الجملي غدوة بما انه مستقل ويقول انه مستقل هو اللي بش يتفاوض وينجم غدوة يقول لك انا يا اخويا مع قلب تونس عندي توازنات وعندي حزام سياسي وعندي تصويت داخل البرلمان وفما ارياحية مع شركاء في الحكم وقتها النهضة تزيد ايها وتقول يا اخويا سلاحبيب والاختار شوف المشكلة متاع النهضة احنا وقت جاءت نقبل التصويت للرئيس البرلمان شنو العرض اللي قدمته قدمت عرض صوته السيراجة للغنوشي نهارة الاربعة نهارة الخميس ساعة من ربيت ونشوفه في الحكوم كل الاطراف قلوا لها لا لانا مثلا حتى الطرف عند وثيقة في النهضة بيوضوح لانا ريت مثل التصريحات هذي اطلقت اليوم لانا قبلها بجمعة كانت ثم تصريحات كيف لن نتحالف مع عرش نو مع قلب تونس لن نتحالف مع الفساد حلوا عينهم التونس الصباح في البرلمان القاوسي رشد الغنوشي وصي من عرششكون في وقو حزب قلب تونسي صوتوا مع بعض الفين وربعتاش الباجي قاد السبسي اختر على تونس من السلفية حلوا التونس عينهم بعض جمعتين لقوهم في نفس الحكوم وبالتالي ثم حالة من عدم المصدقية لدى حركة النهضة مع كل الشركات عدم المصدقية بكشي واقعية هذي واقعية الأرقام داخل لن نتحالف احنا ما سبينا ايش قلب تونس احنا مقلب تونس هن نختلف معه نختلف معه في الرؤية الاقتصادية في الرؤية الاجتماعية لاجينا سبينا لعبات وقلنا فساد لنا ثمنوا بنتخبهم الشعب ولان احنا قضاة بيش نحن نساب مننا نبدأ ونصنفه كل هذا طرف نحن نختلف معه في رؤيته الاقتصادية في رؤيته الاجتماعية لا نشتغل معه لكن لكن سي زهير الثابت والواضح للعيان انه يمين يمين فما حاجز مقلب تونس ونهذا يوهم يشبهوا لبعضهم اكثر برشا من ما يقربلهم ماشي بهلهم حركة الشعب ولذلك مشكة تنهضة انها تورطت في الحبلة الانتخابية لبسة الكستيمة بتاع الثورة انا قلت هره لبسوا نحياه والكستيمة اللي كانوا لبسينه مع سلباجي لبسوا الكستيمة بتاع الثورة ونحاين كستيم الثورة عنده كلفته السياسية فاشنو المطلوب المطلوب هو هرسالة حركة الشعب وهرسالة التيار الديمقراطي وتصويرهم على انهم هم من افسدوا عرس الثورة واجبروا حركة النهضة انها تمشي لغاديك انا قلت راه ووقلي كنا نتحكيه معاهم في الفترة الاخيرة قبل ما يمشيه للبرنامج قلت راه في العلن قلت راه النهضة تتفاوض معنا في العلن وتتفاوض مع قلب تونس في السر وكان يتصورهم انها ثم حاجة مخبية في تونس ارهام غلطية لكن اذا كانت تعتبروا وهذا سؤالي الاخير اذا كانت تعتبروا ان حركة النهضة غير جدية في التفاوض كيفاش مزلتوا معنيين بحكومة على رأسها شخصية كلفتها حركة النهضة بتكون الحكومة يا سي سهير اخوي شدوا معارضتكم وكاهم هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم احنا وقد اسألتني السؤال هذا في البداية قلت لك راهو عنا نقاط استفهام وشكوك حول استقلالية سيد رئيس الحكومة المكلف عنا شكوك حول كفاءته دوك ترجع لي جمعتين اخرين وتقل لي دوك ترجع لك هتا قبل من جمعتين اخرين نرجع لك اخر جمعة ذي وتقل لي وبدأعطيك احنا حركة شعب نحب نوريه لشعبنا اللي راهو احنا كنمشيوا للمعارضة ولا للحكم مش رغبة في كنمشيوا للحكم مش مش نوزلوا اكثر ممكن من حركة شعب ولكن نحبوا للمعارضة مش نحطوا العصافة العجلة احنا اليوم نحبوا نتعاملوا بجدية ونحبوا نسقطوا كل الحجج ونقولوا للنهضة كما قلتوا لها في بداية في الأسبوع الفرط الحيلة في ترك الحيل